يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال النظر في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية ويأتي ذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن اشتركوا في القناة